الآن هذا الجيل يطلع جيل واعي جيل واعي دولهم ما استضعتهم مش جيل تحفيظ القرآن الذي ستاحن أصبحوا مرتزق صاح صاح الأولين أين هم مرتزق أصبحوا وكان يمكنونا تحفيظ 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 ونهاية التحفيظ تخرجوا مرتزقه ساخرا من تحفيظ القرآن يظهر حوثي من مراكزهم التفخيخية في كلمات يراد منها تنفير الناس من تحفيظ القرآن ودفعهم لإلحاق أبنائهم بالمراكز الصيفية لميليشيا إيران يشير الحوثي إلى أطفال أبرياء بجواره واصفا إياهم بأنهم جيل القتال وكلامه وإن كان جريمة بحق الطفولة في الحاضر إلا أن السماح باستمرار تلغيم عقول الأطفال سيجعل كلامه حقيقة حين يصبح كل طفل سلمته أسرته لميليشيا القتل قاتلا يتلذذ بقنص الآخرين تحقيقا لأهداف الخمينيين المقارنة بين أجيال اليمنيين التي تربت في مدارس التعليم الجمهورية على وسطية الإسلام والأهداف السبتمبرية وبين الجيل الذي يريد له الحوثيون أن يتشرب الأفكار الخمينية مقارنة يطرقها الحوثيون بأكثر من أسلوب وطريقة جاعلين الأفضلية للجيل الذي يريدون صناعته على عين خامنئي وعلى سبيل المثال فإن القيادية الميليشاوية السلالي حسين العزي كتبها صريحة بأن الجيل الذي يقومون بإعداده في مراكزهم التفخيخية لا يشبه أجيال الانحطاط وأجيال الانحطاط التي يقصدها هم الأطباء والمهندسون والمعلمون وحفاظ القرآن وغيرهم ممن تعلموا في رحاب ثورة سبتمبر وتلقوا المنهج الوساطي في المدارس الحكومية قبل سيطرة ميليشيا السلالة والإمامة على الدولة كل أولئك يسميهم الميليشاوي الإمامي الآثم العزي أجيال انحطاط فيما الجيل المنشود الذي يريدونه جيل القتل والطائفية المرتبط بإيران بأقوى رباط وفي فلتات لسانهم وما يكتبون ما يكفي ليتوحد لاقتلاع باطلهم اليمنيون